بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة الزهراء هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يوازي في الفخار أباها سبحان الله سيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمها خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولدت قبل البعثة بخمس سنين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رزق بفاطمة كان عمره خمسة وثلاثين سنة ولح تشوفوا يعني بنهاية الدرس اليوم أو بكرة سبحان الله اختارها الله عز وجل إليه وكان عمرها تسع وعشرين سنة رضي الله عنها وأرضها قال تزوجها علي بن أبي طالب سنة اثنين من الهجرة بعد غزوة بدر روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن علي قال تزوجت فاطمة فقلت يا رسول الله ابن بي أي أريد أن أدخل بفاطمة قال أعطها شيئاً وين المهر؟ قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطيمة؟ كان مشهور أنه عنده درع تصوروا أنه هلا أنه المتقدم ومتأخر إيش؟ درع قلت هي عندي قال كانت تساوي أربعمائة درهم قال فأعطها إياه شو المتقدم والمتأخر؟ درع هلا المرأة بده دهب بده فضى واتخانه وبده ألماس كما بدأت بالدرس هل هناك أكرم من هذه البنت وهذه الفتاة؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ مين بوازي بالفخار هذه المخلوقة؟ زي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قيل إنه سيدنا عمر خطبها فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إنها صغيرة ما بدأ له روح الله يصر لك قال له صغيرة أجل سيدنا أوبكر وكانوا يطلبون الفتاة من أجل إيش؟ من أجل النسب نسب شريف خطبها أوبكر فقال إنها صغيرة أمن فهم الرسالة ففهمناها سليمان سبحان الله راحوا قالوا له لسيدنا علي طلعا سيدنا علي مو نفكر بالموضوع وبعد غزوة بدر يعني خطبها وتزوجها روى أحمد روى أحمد عن علي بن أبي طالب روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه وأرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة قطعة من القطيفة ماشي ووسادة من أدم يعني جلد ماشي فليتعلم الآباء هذا اللي بسموه ملبوس بدان مين اللي بيتفعه الملبوس البدان مو العريس الأب هو اللي يعني يكسب ابنته هذي فلثته كبيد كبيدك نروح قال له إيش الله عرضك تدفعه لنا مدري إيش ما هو أنت يا الله عز وجل أقامك في هذا المقام حتى تكرمها قال حشوها ليف الوسادة جلد ومحشية إيش تعرفوا اللي في تبع الحمام قال ورح ييني وسقاء وجرتين ده عدة مطبخ عدة مطبخ بده ثلاثين مليون إلا ويرحم عدة مطبخ كان الواحد تعطي خمسة آلاف عشرة آلاف ليرا بجيب إيش عدة مطبخ كاملة تعطيها اللي عشرة آلاف ليرا بيروح بياخد تاكسي حتى يروح يبلش بالمشروع قولوا يا لطيف ما في غيري شو كان جهازها قال بعث معها بخميلة قطعا من القطيفة ووسادة من أدمن أي من جلد حشوها ليف ورح ييني شان إيش تطحان يروح على الخبز بس والله بزمنون يعني كانت الشغلة خمسمائة نجمة كل بيت في فرن ياريت الآن ترجع الأمور كما كانت لا بده الإنسان يروح ولا يشتري الخبز الذي لا يعرفه يعني شو هذا الخبز الذي نأكله هذا الخبز الأبيض بتاكل بأوروبا كل ما كان الخبز أسمر كل ما زاد سعره هذا يسموه بعبه قال كانت تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيتها ابنته هي يعني طول ما لا قاعدة بالبيت عم تشوفه شلون بيمشي سبحان الله لذلك كون منضبط لأنه عم يقلدوك بالبيت لا تدخين بالبيت بتعلموا الدخان لا تأرقيل بالبيت بتعلموا الأرقيلة مشت بمشية أبيها وينشأ ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه قال روى الترمذي عن عائشة قال قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها اسمعوا يا أخوان الكرام هاي بنتك فلذت كبدك تزوجت ولا ما تزوجت خاصة إذا تزوجت بعدت كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأخذها من يدها وأجلسها في مجلسه فك أهلين ببابا روح بابا والله بتتمنى هلا بي هذا الزمان لا تجي لا أنت ولا ولادك ها أنا ما بتحمل الولاد طالع ضغطي للسطعش لا تجننوني صفيان بحياتي سنتين مد لا 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 الله يرضى عليكم طيب كيف يتعلمون سبحان الله لا لا الولد الصغير ابن السبع سنين وتمنى سنين له ذاكرة نحن بذاكرتنا الجد الحنون العطوف الكريم الذي كان يعطينا الذي كان يتحمله اسمه الجد كبير العائلة النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها يقبلها يأخذها من يده يجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم وكان إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأخذت بيده وأجلسها وأجلسته في مجلسها حياة دين وفا إن النبي لما يروح لعندها كمان لتسمع البنات عم تعزمي للوالد وللوالدة هلا نحن عم نحكي عن النبي مقام النبي أذا بالبر هكذا فافعلي مع الأبي ومع الأم قال مناقبها روى الترمذي عن حذيفة ابن اليمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة أي أول مرة ينزل إلى أين؟ على الأرض معهم هم رسمي استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني هي أول مرة ينزل إلى أين؟ على الأرض قال ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وضي الله عنها وأرضاها والله هو الكلام يعني أنا كنت عم حضر الدرس والله طول ما عم حضر الدرس وأنا عم أبكي بكيت لأن السيدة فاطمة يعني تركت أولاد صغارة عندما محضرها مغادرة الدنيا في مواقف في يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجت روحه هي كانت أقرب منها البنت هي الحنونة هلا بيجوا الناس بيتدايقوا من البنات لكن البنت هي الحنونة أنت عم تربي الحنان الذكر شو عم تربي؟ نعود نحكي هلا؟ شو شو عم تشوف غير العقوق والجحود واللسان لطويل والإيش والقسوة كله هلا صار بقى صار عمره عشرين واثنين وعشرين وخمسة وعشرين أسيدنا صرنا نحن إيش؟ دقى قديمة قالوا شوفها مواذا شوفها روح بابا روح على الجامعة الله يرضى عليك روح على الجامعة أنت صلي الصبح وأمورنا ميسرة لك يا ابني نام نحن هون الجيل صار الجيل القرن الواحد والعشرين نحن الجيل القرن إيش؟ نحن والدانين بالقرن العشرين الله يتوب علينا تجي البنت الحنونة قال ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اضي الله عنهم وارضاهم لسيدنا الحسن والحسين شو شافوا كل حياة جهاد كفاح وآخر شي قتلوهم لكن الله مبشرهم بالجنة وهما من سادات أهل الجنة وأما عبادتها رضي الله عنها وأرضاها يقول سيدنا علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحة كثير ما عم تطحن إيش؟ راحت إيديه ولكوية فتاة يعني مو كبيرة بنت أربعين وخمسة وثلاثين وعزم ووزن بنت صغيرة بنت طمنتعش وتسطعش وعشرين رضي الله عنها وأرضاها قال وبلغها أنه جاءه صلى الله عليه وسلم رقيق يعني إيش؟ عبيد كان بزمانهم في خادم مشهور خادم وخادمة قال فلم تصادفوا راحي حطت خبر عند مين؟ عند السيدة عائشة قال فلم تصادفوا فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قلت له إيش يت مين؟ على فكرة السيدة عائشة كانت تود أو تود إيش؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال فجاءنا قال سيدنا علي فجاءنا وقد أخرنا مضاجعنا راح دق الباب مين؟ جاء لعندنا النبي عليه الصلاة والسلام هل تزور ابنتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم زار ابنته وصهره وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما خليكم إيه؟ ما أحد يتحرك قال فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني نبي عليه الصلاة والسلام قاطع مشوار حتى واضحين لين؟ لعندون سبحان الله زيارة الأب للبنت زيارة إكرام موجا يقول لهم والله شو في عنكم عشاء؟ هذول السكبة تعرفون السكبة؟ السكبة أصلها أن الجار يسكب لجاره أما في ناس عايشين على السكبة هذا مصطلح يعني معروف بالنسبة إلي شو هذا الأخ بيقلك سكبة؟ شو يعني سكبة؟ يعني جاي توقيعه شو؟ شو سكبة؟ لك أنت بدك تكون إنسان فاعل في الحياة قال له نجايب لكم ما في شي مارئ من هون وش تكونوا بكيلو حلو الله يا هيك جاية يا بلى وما شو في عنكم نحطونا؟ طيب الآن إذا كان الواحد والله يقول له أنه يقول لبنته إذا شو عنكم نحطونا؟ لكن الإنسان يترفع عفة النفس أفضل من كل هذه الأشياء عفة النفس إخوانا الكرام والله لو الإنسان ابنه الأبنك متى ما زوجته أنت خلاص ما فيه والله تروح بدون إذن والباب خاصة بهذا الزمن لك ابني لك لو شارينه البيت ويه خلاص صافت الحياة معقدة ما أحدا ما أحدا متحمل إيش ذبابي على أنفي خاصة في هذا الزمن هاي الزمن أين إلا الله الله يهدي بالنا قال ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ تبعتين دي خبر شو بتكون؟ تكون خادم وعم تطحني يبعت لها النبي ما في مشكلة بس حتى تشوفوا أنه النبي الناس عندهم كله سواء إن كان زوجته وإلا إن كان بنته وإلا إن كان أقرب الناس إليه لكن قال له أبعت لكم أحسن بدل الخادم خادمين معقول ولا يبعت يبعت النبي عليه السلام شركة تنظيف تنظف له البيت وتعمل له كل شيء ما بنعرف قال ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين اسمعوا هي فيها إعجاز هذه الأصف فيها إعجاز فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم يقول ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الكلام قال الذي يلازم الذكر يُعطى قوة في الدنيا إلي بلش بالذكر يصير يُعطى قوة سبحان الله لما يشغل نفسه بذكر الله عز وجل يزيدكم قوة إلى قوتكم جربوا أنتو النساء جربي هلأ أعطيكم شغلة أنت عم تلعب مثلا رياضة أو أنت ماشي اشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح سبحان الله بتلاقي حالك عم تمشي أكتر وتقطع أكتر نحن أولادنا بيحط السماعة وبيسمع إيش بسمع غنية وبيسمع مدري إيه القوة تأتي من ذكر الله عز وجل وفسرها أبا الحجر بتفسير ثاني قال الذكر بيسهل الأمور بسم الله مجريها ما بتلاقي إلا إيه حط الله أنت عم تسوق سمع لك شي جزء وأنت ماشي ما بتلاقي إلا إيش سبحان الله سهلها الله عز وجل خادم ما فيه ما عنا أمكانية لكن أدلكما على خير قالت نعم يا رسول الله إيش سبحان الله والحمد لله إيش والله أكبر هذه المرأة لذلك هيك كان هيك كانوا بطعمونا لك شايف أكلت الرزب بحليب ومصليين عن النبي ألف مرة نحن عم نساوية أكلت رزب حليب بالصلاة عن النبي ورزب بازاليا بالاستغفار إيش وأكلت الكواج بإيش بسبحان الله والحمد لله كنت أكل عافية ألا عم تاكل إيش تي حدا عم يعرف شو عم يأكل أفضل شي غمض عينيك أسأل الله اللطف نساء في البيوت الأمهات في البيوت الذكر الذكر يعطي قوة ويسهل الأمور للكلام تتم والحديث عن السيدة فاطمة حديث شيق حديث عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تربيت النبي عليه الصلاة والسلام بحق هذه أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللهم إنا نسألك القبول ربنا تقبل منا بسر الفاتحة